طيب بسرعة كده لان بقى اقل من دقتين معانا السيد زبراهيم عايز اعلق بس على مباراة الاهل الجونة لان انا يعني انحجدن ما زال التحامل التحكيمي هو هو مش مرتبط باسم حكم بقى ولا مساعد ولا من اللعفار دي مسألة واضحة انها زي ما تكون سياسة داخل لجنة الحكام او توجه داخل لجنة الحكام اللي رئيسها رحمنا من مدخلاته لمجرد انه بقى لشهر ونص موجود برا في المغرب ضربة الجزاء الواضحة جدا يا جماعة للاهل قدام الجونة حسان حسن بيتعرض للدفع الواضح ما في خبير تحكيمي حل للمباراة الكابتن الشناوي كابتن سامير عثمان الكابتن جهاد جريشا كابتن ناصر عباس الكل اجمع ان دي ضربة جزاء واضحة وصريحة اللي قبلها تحسبك بصوا نفس الدفعة حسبت يعني ابراهيم نوردين حسب ديه ما حسبش ديه اهي اللعبة دي اه احنا مش بتاعة صلاح محصر احنا بيدي اه لان اللعبة دي بالزبط اللي عمل فينا العرجون مع شديد قناو وبغرابة شديدة استغرب لها العالم كله كيف هلما تحتسم ضربة جزاء شوفوا اهي كل اجمع وفي الشط الاول طيب مطلوب ايه 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 للفار يجيبه ولا القطي حازمه ولا تقول لي اصل الناس مغطية ولا في زحمة ولا ولا في اوضح من كده الا الغرض وابراهيم نوردين في ظهره في ظهره ما هعدوله في ظهره انت فاكر بتاعت اه اه ازارو البراوليه ده للأسف دي عينة بينة من اللي حصل في مباراة جنوب مش هنزع عشان الاهلي كسب احنا بنقولكو بس هو ده اللي مخاب جمهور الاهلي بقى هو ده اللي مزع الجمهور الاهلي كان عايز عندنا رصيد نستخدمه في هذا التحامل